وفي الحقيقة هنفضل نتكلم في الموضوع ده لأن الواضح كده لحد دلوقتي أنه ما فيش علاج لمشكلة التحكيم في مصر والواضح كمان أنه مش حيبقى فيه علاج طب الحل إيه؟ بصراحة مش عاركين مش عارفين الموضوع ده يتحل إزاي؟ بقالنا مش سنة واحدة بقالنا أكتر من سنة الناس كلها تتكلم في الجزئيه دي إمتى يا جماعة يكون عندنا مستوى جيد للحكام مش عايزين مستوى ممتاز يا سيدي بقاش مستوى ممتاز عايزين مستوى جيد بس لأن فعلا المستوى سيء جدا ممكن تقول جدا 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 لغاية الصبح زي ما أنت عايز أخطاء في منتهى السذاكة أخطاء كارثية بتأثر على مختلف الفرق بالتحديد على النادي الأهلي او بالتحديد على النادي الأهلي وإحنا مش نتكلم هنا على النادي الأهلي بس عشان إحنا فقوات الأهلي لا إحنا بنتكلم بواقع ودلائل موجودة وبالفيديو وبالصور بكل حاجة أخطاء رهيبة الأهلي عانى منها على مدار بطولة الدوري وبطولة الكاس يعني موسم الماضي وفي الحقيقة النادي الأهلي طول عمره بيعاني من التحكيم يعني طول عمره ويا ما نادى بتطوير الحكام ويا ما نادى بالفار ويا ما خد وعود بتنفيذ أو تطبيق تقنية الفار وما فيش حاجة حصل لحد اللحظة دي وإحنا مقبلين على الموسم الجديد فبالتالي الأزمة دي مستمرة معانا تمام خد عندك كده بقى لحد إمتى لحد ما نحس إن التحكيم اتعدل أو مستوى ارتفع نسبيا على القلب نسبيا إحنا عايزين نسبيا لأن ما فيش أسوأ من كده بصراحة ما فيش أسوأ من كده الحكام المصريين وفي البلو ناسبه بعض الأوات كنا بتدفع عنهم لأنه سيتحسنوا سيبقى كويسين أكتر نادي ساني للحكام هو النادي الأهلي على أمل أو على أساس إن طبعاً دول حكام مصريين وعلى أمل إن هما يتطوروا لكن واضح إن هما بياخدوا المساندة دي بأن النادي الأهلي بيسكت إن النادي الأهلي راضي بالأداء ده لا الأهلي مش هيسكت وحيفضل يسعى ويحاول ويسر على تطوير مستوى التحكيم المصري بالتالي النهاردة كان فيه قطاب أرسله النادي الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الحكام الأهلي يطالب اتحاد الكرة بخطوات فعلية لإيقاف أخطاء التحكيم خطوات فعلية يعني إيه؟ وأنا هقراركو طبعاً الخطاب الأرسل أو الخبر اللي نزل في الموقع الرسمي للنادي الأهلي خطوات فعلية يعني إيه؟ يعني ما تدينيش تقولي إيه؟ إن شاء الله حنعمل طبعاً كله بمشيئة الله عز وجل طبعاً ما فيش كلام منه لكن نفذ بقى نفذ أنت بتنفذ خالص يا ما قلت حيبقى فيه فار ويا ما قلت إيه؟ الدور التاني يا جماعة بداية من الدور تاني حيبقى فيه فار طيب بداية من موسم جديد حيبقى فيه فار ما ولا ده ولا ده حصل ولا فيه أي حاجة خليلنا نقرس الخبر من على موقع رسمي النادي لها أرسلت إدارة النادي خطاباً ظهر اليوم لاتحاد القرى أو اتحاد كرة القدم تؤكد فيه على رفضها القاطع للأخطاء التحكمية الفجة التي كبدت فريق الأهلي الكثير من بطولة أو في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم ولا النادي سبق وأن حذر فيه كتابات عديدة لاتحاد القرى عن خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوزت نطاق التقديرية وعرض فيه السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بالتطبيق تكنية ألافور وتعهد اتحاد القرى بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ إلا فرص بين كل الأندية وأكد الأهلي في خطابه على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ والواقع على فريق القرى بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد القرى لوضع حد فاصل لهذا الأمر وجاء في الخطاب أن النادي تطلع لإعلان اتحاد القرى عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقة القرىوية في الموسم الجديد حرصا على نجاح المسابقات القرىوية في الموسم الجديد خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تكنية حكم الفيديو المساعد ويدرس الأهلي حاليا ما لم يكن يتمنى وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة تمام؟ ركست في الخبر وكلام النادي الأهلي والخطاب اللي تم إرساله استحاد القرى هل الأهلي عنده حق؟ عنده كل الحق